اشتركوا في القناة ممكن يكون لقاء قديم حق أي شخصية مشهورة القصاصة هذه لها قصة يمكن قصة أكبر من حجمها اللي موجودة عليه سواء كخبر أو حتى كلقاء طبعا أنا هذه قصاصة ورق من أرشيف جريدة القبس في تاريخ ثمانية تسعة ألف وتسعمائة سبعة وثمانين هذه أيام ما المفيدة الله يرحمه قال المفيدة انصاب في مرض الكانسر بالأحبال الصوتية بعد تحديدا على الدنيا السلام على فكرة الدنيا السلام لو تركزون طالعوا على المفيدة فيه اللي بصوته وشوفوه في عمل القديم هلو دولي مع عبد الحسن عبد الرضا الله يرحمه صوته قوي ما فيه لا ما كان فيها أبدا هذه صارت بعد أصاب تبع كانسر هذه القصاصة لها موقف لا ينسى طبعا هو لما انصاب في كانسر الأحبال الصوتية المفيدة لأنه كان مدخن شرح وايد بعدين طبعا بعد ما صار يعني تمشي فاء بطل يشرب زقاير وممنوع أساسا أنه قاعد يوم مدخن فشنو صار كان مفروض أن نسؤوله عملية هني في الكويت مو يسافر هذه القصاصة تثبت أن المفيدة راح لندن على حساب الدولة مو لندن أمريكا على حساب الدولة للعلاج هني كان شنو العلاج اللي كانوا طارحين عليه ما فيه غيره نحن بنشيل لك الأحبال الصوتية اللي عليها الكانسر فمعنى أن المفيدة بيتحول أطرم كان أياميها المفيدة كان عنده ما نقول خلاف سوء تفاهم مع عبدالحسين عبدالرضع دب ما بينهم بعد أو أثناء عروض مسرحية باي باي لندن كان المفيدة هو ماخد دور آدم اللي صوره محمد جابر وطبعاً لما نشوف الميكاب والشعر الباروكة اللي حطينا حق محمد جابر في باي باي لندن نحس أنه مو ماشي يعني شل جابر عبدالحسين عبدالرضع محمد جابر وهو الأسمار وشعر أكريت يعني عشان يطلع لندني لا يعني ممكن يكون أمريكي بس ما يكون لندنية لندن ما عندهم الألوان مو عنصرية بس وهو ما في يعني بريطاني أول لأنه صار فيه خلاف أنا سمعك من الاثنين من المفيدة يا الله يرحمه من عبدالحسين عبدالرضع لو كانوا عايشين كان ممكن أقوله بس ما دام هو الكلام صار من مبدأ مكاشفة الأسرار فأنا ما أقدر أقوله هو شون سبب الخلاف بس إنه من باي باي لندن ما يتعاملون مع بعض مفيدة يخلص عقده ومشه وش اسمه عبدالحسين ياب مكانه محمد جابر فقعدوا كذا سنة سنوات ما يتكلمون بس لما طاح عبدالحسين عبدالرضع راح أقل مفيدة المستشفى قال يا علي شوفه عرغم الخلاف يا ريت نتعلم من الكبار هذا الشي إنه أنا حتى لو مختلف مع شخص أنا أروح له مريض حالة وفاة ما دخله راح قال له قال يا علي أنا أخوك إذا شالوا لك لحبال الصوتية راح تتحول كأنك أخرس راح تموت شوي شوي علي لأن أنت فنان صوتك مهم ممهم هيكون حلو ممهم بس المهم إنه في صوت تتفاهم فيه مع أخي القوة تمثل من خلاله لكن إذا راح انشالت لحبال الصوتية هتصير تفتح وتسكر حلجك ما في صوت تنتهي وهذا كلام أنا قال لي وأكده حتى بعدين عبد الحسين مفيدي قال لي قال لي أن عبد الحسين عرض عليه مليون دينار قال أنا أخوك لك مني من الدينار للمليون راح شوف لك أي علاج في أي مكان في الدنيا مهم وزارة الصحة بس لا دخله مشلول لأحبال الصوتية طبعا هذه المرجلة يبيلها دروس حبدي لليوم في ناس تستخصر تيب حق المريض وردة مو مرجلة نفس عبد الحسين عبد الرضا إنه أنا أعطيك مني الدينار والمليون بس راح تعالج ليشلول لك أحبال الصوتية واحد ثاني يقول لك قوم مكاري أنا شلي يتحجه ولا راح صوته مشكلته مو مشكلتي أنا ماني ماني مجبر أدفع فلس واحد وفعلا وفي دراسة بعدها عدة مستشفيات عالمية وبعدها راح لندن راح أمريكا وسووا لعملية هناك عن طريق الليزر كان يامي هذا شيء مبتكر ترى عشان شديد لو تركزون في شغلها طالع المفيدي مفيدي ترى رقبت لون شوية يميل للإحمرار ويها ويها أبلض المفيدي رقبت شوية فيها حمرار داكنة شوية لبسبة الليزر فهنية نائل كشف مالا في أمريكا وكان مفروض أنه كل سنة أو كل سنة لازم يسوي يسوي تشيك لأن هذا مرض خبيث ممكن تروح الحين بعدين يرجع لك بعد فترة بس ما خبيث يقعد شديد بزاوية ينتظرك فالمهم ما رأى يعني قالوا أنت بتروح التشيك في أمريكا قام يسوي الفحوصات هنا في الكويت هني أثناء ما يسوي لالشيك اللي يسوي لها كل سنة كان يجرحول للرئة جرحول للرئة يعني هذا هني بالكويت جرحول للرئة فصار المفيدي أي رطوبة حادة أي أغبار أي دنيا ممكن يطيحة في المستشفى لأن جرح مبطق من داخل في مرات في بعض الدكاترة أن من كثر حرصهم على هذا المريض يضرونه بشكل غير أكيد غير قاصدين حتى ترى عبدالحسن عبدالرضو لما ياله في 2011 مياله الـ طاحف التخصصي في السعودية من كثر ما كانوا حاطينه تحت رعاية يعني كبار الشخصيات وهمت كذي أنه قاعد يكون كان يجرحونه عشان كذي عبدالحسن الله يرحمه قاعد حوالي سنتين عشان قدر يمثل في أبو الملايين كان صوته فعلا دعبان هم تشيك جرح ما شاء الله عندهم التشيك لازم نتيجته نتيجته وخيمة فهذه قصة قصصة الورق هذه الخبر والجريدة القبس الله يرحمه مفيد أكيد في مكان زينا الحين إن شاء الله